الشركاء العملية السياسية في العراق الجديد بعد أن رفعوا شعار المحاصصة متصارعين على المناصب وعلى مقدرات العراق يتحول معظمهم إلى دعاة إصلاح ومعارضين بين ليلة وضحاها فدعاة الإصلاح ومن أعلن عن نفسه معارضا بالأمس بعد شراكة سياسية استمرت لنحو عقدين من الزمن يتهمون حكومة عادل عبد المهدي بمحابات أصحاب القوة والنفوذ وتعيين شخصيات ميليشياوية في مناصب خاصة عليا مثل ما حدث مؤخرا في تنصيب قياديين بميليشيا بدر في أعلى الدرجات الخاصة في حكومة عبد المهدي الأمر الذي أغضب على ما يبدو باقي الشركاء مثل التيار الصدري الذي عاد ليلوح بورقة التظاهرات وتحريك الشارع مرة أخرى اللم يكشف عن الفاسدين أو يزح المستفيدون من لعبة توزيع المناصب لا سيما بعد مرور نحو عام على أعلان تشكيل حكومة عبد المهدي أما النوع الآخر من الشركاء فقد أعلن نفسه معارضا للحكومة بعد أن كان شريكا رئيسيا فيها مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي يبدو بأنه كان الأقل حظا في مسألة توزيع المناصب الوزارية والدرجات الوظيفية الخاصة الشركاء المعارضون لحكومة عبد المهدي اتخذوا من تعطل مجلس مكافحة الفساد مبررا لمهاجمة الحكومة الحالية واتهامها بالفشل في وضع كبار الفاسدين في مواجهة القضاء مع أن مجلس مكافحة الفساد تشكل نهاية عام 2006 ولم تطالب أي كتلة سياسية متنفذة بتفعيله حتى وقت قريب لتجد الحكومة نفسها في مواجهة المعارضين من الكتل السياسية وهي تسأل عن مصير ملفات فساد كبرى بعد سنوات طويلة من صمت الشركاء أنفسهم ترجمة نانسي قنقر